الأهل في مصر هرم كبير قمتوا تعدة الحدود الوطنية لما يبقى الكلام مش كلامنا كلام كلام شبكة الـ CNN الإخبارية CNN شبكة أمريكية واسعة الانتشار والمؤثرة جدا عالميا نسيبنا من مواقفهم اللي ممكن نتكلم فيها كتير لكن لما يكون في نشرة من نشارتهم يخصصوا جزء للحديث عن النادي الآلي والأسطورة محمود الخطيب لما تلاقي اهتمام بهذا الشكل لتصريحات لكيابة محمود الخطيب عبر CNN لكل دول العالم لشان كده بقول لكم الآلي تعدى الحدود الإقليمية من زمان وسمعته ومكانته الدولية حديث اهتمام الشبكات الإخبارية العالمية احنا ممش بنتكلم على موقع صغير ولا جورنان صغير ولا برنامج معرفش ايه بنتكلم على CNN هو يا أستاذ إبراهيم من الآخر هو ليس حديث الزات للذات يعني احنا بنعدش نقول أصل الأهل يا أصل الأهل أصل رئيسه أصل احنا بنقل بأمانة وشفافية ما تتدوله الوسائل الإعلامية الكبرى على مستوى العالم أن يستطيع في الكابت المحمود الخطيف وأنه كتب عليه كده النهاردة الكرة المصرية اتكتب عليه كده ليه هنا اتكتب عليه كده ليه لمكانة الأهل ومكانة رئيسه في يعني مكانة رئيس النادي طليق بمكانة النادي يعني مكانة النادي ده مش أي حد يبقى رئيس النادي لازم يبقى حد يبقى يليق بالمسؤولية دي الكابتل الخطيب موجود عندما تقول الكابتل محمود الخطيب يبتده في أي منحة من مناحي الشخصية دي يلاقي تفوق غير مسبوك لعب مهاري نادرا ما يتكرر على مستوى العالم أي لعب حظية بمكانة إفريقية بين جبابرة أفريقيا من اللاعبين ثم مسيرة إدارية في النادي الآلي تواجه أن يكون رئيسا للنادي مشوار إداري ولا أروع دماثة خلق ونموذج يقدم ويقدر ويحترم حتى في ضبط النفس عندما يضيق في موقف ما يخرجش جملة غيرت لايحة لأنها كانت حقيقية من القلب والناس وصلتها بدون مكابرة لما تشوف كيف تلقاها رئيس التحاد الدولة والرئيس التحاد الإفريقي تلقوها بوعي وإمعان وتفكر فالكابت الخطيب يليق بالنادي الآلي والآهل يعني سعيد النداء ابن من أبنائه ويقدمه ضمن لستة طويلة جدا من الأبناء الموهبين المرموقين دوي المكانة الذين استفادوا وقفادوا من مواقعهم كثيرا تبدلوا الوفاء مع النادي الآلي فخورين جدا أنا قلت لك قبل كده إيه عندما تتجاوز الفرحة إنك تفرح بالفخر مش بالنتيجة ده جزء من اللي أنا أصده طيب إنك تيجي يوم تشوف العالم يتكلم عليك إزاي بمناسبة الإحساس بالفخر بالآهلي اللي لافت نظري للفيديو ده الصبح المهندسي برايم المعلم واحد من رموز النادي الآلي وكبار رجاله وبعته له وهو يشعر بهذا الفخر اللي المهندس عادلي بيتكلم عنه إنه شبكة زي السين إن الإخبارية العالمية تخصص جزء في نشرتها للكلام عن النادي الآلي وأسطورة الأهلي محمود الخطيب شوفوا فخر رجال الأهلي وكباره بالقيمة والمكان اللي وصلها النادي الأهلي ورموزه كلام مش سهل يا جماعة هو ليه النادي الآلي إيه اللي خلى شبكة زي السيني إن تتكلم عنه لأنه الناس عارف الحقائق الناس ما بتكبرش الناس عارف حجم النجاحات الناس عارف أن هذا النادي في أفريقيا هو الملاحق لريال مدريد في الأكثر تتويجا في البطولات على مستوى العالم البطولات القرية النادي الآلي التاني بعد ريال مدريد عشان عارفين أن النادي الآلي بالمية وخمسين بطولة متنوعة في قرة القدم هو الأول عالميا لو كان الإعداد مجهز لكم اللايحة أو القايمة بتاعة الألقاب كنتوا حتشوفوا الآلي إزاي الأكثر تتويجا على مستوى العالم في البطولات القرية فالسنة إن لما بتكلم على حد بتكلم على قيمة بتكلم على قيمة نادي تعدى كل الحدود لما بيقول ينقله عن الكابتن الخطيب إنه أسطورة الكرة المصرية بيقول إنه موهبة الأفرقى قادرة على تحقيق المجد في القرى أو المجد في العالم هو أولاً ليه بيصف المحمود الخطيب إنه أسطورة عشان دي ناس بتقدر الناس اشتركوا في القناة